أنت في طاقة صعبة جداً في هذه الفترة أنت تشعر بغضر وخيانة وألم ربما تشعر بألام في الظهر وربما تشعر بأن الحياة قد توقفت هذه القراءة الثانية التي تظهر لي هذه الطاقة وبرج الميزان ظهرت لي هذه الطاقة وها أنت أيضاً ببرج الجوزاء إذن أنت تشعر بألام في الظهر ربما أو ربما تشعر في هذه الفترة بأن هذا الشخص هذا الحبيب قد غدر بك قد خانك أو ربما أنت تشعر باكتئاب وألام نفسية وبأن الحياة صعبة جداً عليك وتعاني جداً تشعر بأن هذه الحياة لا يوجد فيها شيء جميل وسوداء ولكن الأمل موجود انظر هذا السواد يخرج والأمل موجود في حياتك لكن فقط ما كل ما عليك فعله أن تبتعد عن الأشخاص السلبيين في حياتك لأنك إنسان محبوب وتستحق الحب وأنت بابتثمتك تعطي تشفي جميع الجراح أنت تشعر بأن هذا الشخص منهمك في عمله لا يعطيك أي اهتمام وهو إنسان لا يظهر لك أي مشاعر هذا الإنسان متبعد عنك لا يريد أن يتكلم معك أبداً هو يريد هو ينتظرك أنت لكي تبادر أنت هو يراقبك جداً لا يظهر لك أبداً بأنه يراقبك وهو إنسان أيضاً عملي وناجح مهتم بعمله ولكنه يراقبك دون أن تعلم وهو ينتظر منك أنت لكي تتقدم وتصالحه هو مجروح أيضاً ومكتأب وحزين وهو يشعر بأنك قد ابتعدت عنه ويفكر بك أيضاً وهو لا بهذه الفترة لا يجد طعماً لهذه الحياة هناك عروض جداً أمامه أمام هذا الشخص ولكنه هو لا يفتح عينيه أبداً لهذه العروض هو يعيش معك هو ما زال يعيش معك عقله معك أو ربما هو لا يريد أبداً الحب ربما هو لا يريد الحب ولكنه هنا ظهر لنا في طاقة الانتظار هو يريد أن يأتي إليك عنده طاقة عالية باتجاهك لكنه لا يظهر لك أبداً أي مشاعر أو أي اهتمام هو شخص عنيد ومتمسك برأيه جداً وغيور يغار جداً عليك ربما حصل بينكم أنت وهو كلام عن طريق السوشيال ميديا وقد حصل ابتعاد من بعدها وغضب وشجار هذا الشخص متواصل معك بالروح بطريقة كبيرة وعنده إنجذاب عالي جداً وحب لك أنت تحب هذا الشخص أنت تشعر بالغضر الخيانة وهو يحبك أيضاً طاقتك لهذه القراءة أنت في طاقة الآن أنت تريد أن تهتم بنفسك وبجمالك وبشبابك وبقرارك قراراتك أنت تريد أن تعطي فرصة لحياتك تريد أن تجدد شبابك تجدد حيويتك تريد أن احتمال تلعب الرياضة تهتم بنفسك تهتم بغذائك تريد أن تعمل تغييرات في حياتك تغييرات نحو الأحسن وأنت قد أخذت القرار طاقة الحبيب هو في طاقة بداية جديدة أو عنده شغف عالي باتجاهك عنده شغف عالي باتجاهك أو عنده غيظ وغضب أيضاً ربما من جراء مثلاً ما حدث من جراء ما حدث ما حصل بينكما هو عنده غضب وغيظ وحماس بنفس الوقت حماس ربما حماس لك أو حماس لبداية جديدة مع شخص غيرك أو ربما هو في بداية عمل جديد دراسة جديدة أي حماس لأي شيء في هذه الحياة هذه طاقتهم مشاعرك باتجاه هذا الحبيب أنت في وضع تباعد عن هذا الشخص أنت تراقبه عن بعيد ولكن بطريقة خفيفة دون أن يعلم ولكنك بنفس الوقت تريد أن تقف وقفاً مع نفسك وتحاسب نفسك على ما حصل هل أنت كنت مخطئ؟ أو هل هذا الحبيب كان على صوات؟ ما الذي حصل بينكما؟ لماذا حصلت هذه المشاكل؟ من المخطئ بينكما؟ أنت تحاسب نفسك في هذه الفترة هذه مشاعرك تريد أن تحاسب نفسك وتقف مع نفسك لعلك تجد حلاً لهذه المشاكل التي بينكم طاقة الحبيب في هذه الفترة لهذه القراءة أو مشاعر الحبيب لهذه القراءة هو إنسان جداً طيب القلب وصادق وبسيط وروحاني ويحبك جداً وفاتح قلبه لك للمصالحة ولكن عندك القرار وهو كما ظهر لنا هو في طاقة انتظار هذا الحبيب في طاقة انتظار هو مهتم بك ويراقبك وحزين لغيائك ولكنه بنفس الوقت عنيد وغيور هو غيور عليك هو هذا الشخص يغار عليك جداً ربما حصلت هذه المشاكل كلها بسبب الغيرة وبسبب غضب حصل بينكما كلام وغضب أدى إلى هذا شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة